بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين زي ما عدتوكم النهاردة أن ليلة 25 وإحنا بنتحرق ليلة القدر بإذن الله هنتكلم عن الحديث المجذوبة أو الموضوعة في ليلة القدر زمان كان في ناس عايزة تشوه الدين الإسلامي يعني حطوا شوية حاجات كده ونسبوها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً دي حاجة كبيرة دي مصيبة كبيرة يعني أن يبقى فيه شيء كده أن هم يجذبوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي حاجة صعبة قوي طيب فإعني هم بيقولوا كلام يشبه كلام الحق لكن هو باطل ما وردش عن سيدنا النبي فهو كذب وافتراء عشان بس نبقى عارفين لكن أنت لما تبص للكلام كلام عادي يعني ممكن آه أنا أخد بيه وما أخدش بيه مش إحنا يعني يعني اللي يبصلوا من من عوام الناس وإحنا منهم فممكن ياخد بيه طب ما هو عادي إيه المشكلة ما أنا قعد أعمل مثلا والحديث الأخير يعني آخر حديث أنا أنا جايبه ده مشكلة لوحده مشكلة لوحده يعني ممكن تقوم بتعمل كده في العشر تيام أو في تلات تيام اللي أنت بتتحر فيهم وفي الآخر ولا حاجة أنت مشيت ورا حاجة ما تأكدتش منها طيب خلينا أقول لكم يعني خلاص يعني الشمس على شروق بإذن الله فيعني خلينا أقول لكم الأحاديث دي أول واحد هو مش أحاديث يعني هي حاجات نسبوها لسيدنا النبي وهو بريء منها أول حاجة بتقول إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهى بهم الملائكة المقصود بربنا سبحانه وتعالى فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكانتي لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله يعني الحديث شكله كويس يعني اللي حطه راجل كان حافظ أحاديثه وكان عارف الكلام بيتقال ازاي أو مواضع الكلم بتيجي ازاي لكن ما حصلش يعني ما حصلش إن ربنا قال كده ما فيش معلومة وردت عن سيدنا النبي إنه هو قال كده فهو كذب وافتراب فلازم نخلي بالنا من حاجات على فكرة فيه أحاديث حوالينا بنقولها ما أنزل الله بها من سلطان ولم يرسل بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما وردتش لإن الأحاديث مش قول بس ممكن يكون حاجة عملها سيدنا النبي فاحنا بناخدها عنه سنة فلا ما عملش كده خالص والحاجات دي محتاجة إن إحنا ننشرها محتاجة إن إحنا نقول يا أخوانا خدوا بالكم هي دي الرسالة الحقيقية لأي حد على فكرة أي مسلم هو واجب عليه إنه يقول خلوا بالكم الحاجة دي صح والحاجة دي غلط امشوا كده أو ما تمشوش كده طيب الحديث التاني أو الحاجة التانية اللي كانت موضوع الحديث بيقول اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23 ثم سكت المقصود بسكت سيدنا النبي على صلواته السلام يعني اللي افترع الحديث دي قال إن سيدنا النبي قال إن هي ليلة 17 في رمضان وليلة 21 وليلة 23 وسكت الله أعلم اللي بعد كده بقى رقم 3 التمسوا ليلة القدر آخر ليلة 2 من رمضان ده يعني سب 21 و23 و25 و27 و29 كمان ودخل في 30 ده رجل يعني جاب من الاخ كداب ومش مشكلة في حاجة تاني بقى موضوع اللي هي رقم 4 قالوا التمسوا ليلة القدر في 24 ليلة 24 طيب فيه بقى رقم 5 بيقول إن الله وهب أمتي ليلة القدر ولم يعطيها من كان قبلهم يعني اللي بيقول كده أو اللي تجرأ وعمل كده بيقول إن سيدنا النبي على صلواته السلام وهو بريء بيقول إن ليلة القدر أعطيت للمسلمين ولم تعطى لقبلهم ما عنديش معلومة زي كانت أعطيت لحد قبلنا ولا لا رقم 6 بقى وده يعني ده السبب سبب من الأسباب اللي خليتني دورت على الأحاديث المجذوبة عن ليلة القدر يعني ده كان واحد من الأحاديث طب هي ما بيجيش كده والمشهور عنها هي مش كده كاتب ليلة القدر هي ليلة مطر وريح ورعب وده منتشر جدا يعني يعني الحديث الموضوع ده منتشر جدا لدرجة إن فيه ناس زادوا عليه وقالوا إن ليلة القدر الشجر بيقع وبيرجع للصبح مش عارف إزاي يعني سبحان الله يعني ده علامة من علامات ليلة القدر يعني ربنا يعفو عنا يا رب فيه حاجة تاني بقى بتقول من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر يعني اللي يصلي العشاء في جماعة ده المفروض إن هو الطبيعي يعني عند المسلمين ربنا يهدينا يا رب ويهدي العاصي فينا إن المفروض إن اللي يصلي العشاء في جماعة هو أخذ نصيبه خلاص كده بقى يعني هو أخذ حظه من ليلة القدر الحديث بقى اللي أنا قلت لكم إن هو آخر حديث وده مصدره إسلام ويب صفحة مشهورة جدا طبعا على على الفيسبوك وعلى الإنترنت لأنه يمشي على الفيس هي موقع هي اللي صححة الحديث ده حد كان بيسألهم كان أرى حديث فهو بيسألهم بقى وهم صححوا لقالوله إن ده مجذوب الحديث بيقول أو الحاجة دي بتقول من صلى ركعتين في ليلة القدر فيقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد سبع مرات فإذا فرغ يستغفر سبعين مرة فما دام لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه ويبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى ويبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله يعني بيقولوا إن اللي يقعد ليلة القدر يصلى ركعتين والركعتين دول يقرأ فيهم بفاتحة الكتاب مرة ويقول سبع مرات يقولوا والله أحد في كل ركعة ولما يخلص هو قد يستغفر سبعين مرة لو عمل كده وخلص ركعتين دول زي ما هم بيقولوا يعني إن ربنا بيغفر له قبل ما يقوم من مقامه يعني قبل ما يقوم من الجلسة اللي وقعت فيها دي ربنا بيغفر له لا يقوموا من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه وربنا بيبعت ملايكة بيكتبوا له حسنات من دلوقتي للسنة الجاية وبيبعت ملايكة يعني للجنة يغرسوا له غرس في الجنة ويبنوا لقصور ويجرون له الأنهار تمام؟ يعني تخيل كل ده ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله يعني شوف الكلام ده هو في الدنيا يعرف إن ده مقامه أو إن هو وصل لكده طبعا النهاردة فيه فيه شبورة في الجو واضح جدا إن هي يعني مأسرة كان فيه رياح مبارح كان فيه أحد الزملة بيقول إن فيه رياح جاية من السعودية إن هي وصلت عندنا هنا في الوادي الجديد فهي أكيد هي السبب إن شروق الشمس تأخر لغاية دلوقتي يعني فيه شبورة بينة جدا ودي مش من علامات ليلة القدر العلامات الصحيحة بقى ليلة القدر عشان برضوك نرجعها مع بعضينا برضوك يعني إن شاء الله يعني لسه معانا ليلة 27 وليلة 29 بإذن الله ربنا يلهمنا كده ويقدرنا ويعني نبقى فيها من المقبولين بإذن الله شمس طلعت هيا أخوانا موجودة بس طبعا بعيدة جدا أهي موجودة طلع على استحياء طبعا فيه شبورة جامدة يعني وفيه غيم مش موضح الشمس دكتور رحمد رحين بيقول لي هي 23 يعني نسأل الله إن هو يكون وفقك ووفقنا لقيامها بإذن الله ويتقبلها مننا هو أنا يعني العلامات اللي أنا قريتها أو اللي أنا بحثت فيها الفترة اللي فاتت دي كلها بتقول إن هي ليلي 23 يعني يا رب نكون دعينا بدعوة صادقة من قلوبنا وربنا هتقبلها بإذن الله يعني العلامات دي كانت بتقول إن تسيطر الطمأنينة على قلب المؤمن الحمد لله كان فيه طمأنينة الرياح فيها بتكون ساكنة وفعلا الليلة دي رياح فيها كانت ساكنة كان فيه نسمة هوا بردة كده يعني دي نسمة هوا حلوة طبعا إحنا قلنا إن سكون الحيوانات ده حديث مجذوب طبعا ما فيش حاجة بتقول كده فيش حاجة بتقول إن في ليلة القدر الحيوانات بتهدأ أو بتسكن أو ما فيش صوت لا ما فيش حاجة ورد عن كده يعني شروق الشمس بيبقى بدون شعاع ودي العلامة الوحيدة اللي ممتدة معانا من يوم عشرين لغاية النهار يعني الشمس بتطلع من غير شعاع الفترة اللي فاتت دي كلها فدي علامة يعني إيه خلت اختلط علينا الأمر لكن سيدنا النبي كان ورد عنه حديث إن الليلة اللي بتبقى ليلة القدر الأمر فيها بيبقى ظاهر زي نصف القصعة يعني الاستدارة بتاعته زي نص الرغيف المدور أو نص الدايرة كده ودي فعلا كانت يومها أنا النهاردة وأنا نازل بصيت على الأمر لا الأمر مش نص الأمر تلت يعني أقل من النص بشوية وده اللي خلينا أقول إن مش النهاردة طبعا أتمنى أنتم ما تنسوش النهاردة يعني تدعو الموتانة وفي كل يوم يعني تدعو الموتانة يعني ربنا يرحمهم ويعفو عنهم يا رب ويغفر لهم ويسمحهم طبعا ويعني أختنا رحاب عامر طبعا موجودة معي على البس يعني ربنا يعينكم يا رب كده ويرزقكم بالرهن عارف إن انتم عملتوا أكتر من عمرة يعني يا ربنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني يمكن هو ده الأحسن هو ده اللي بيطيب خطركم وخطرنا شوية في البنت الصغيرة اللي راحت مننا ربنا تقبلها يا رب ربنا تقبلها بقبول حسن إن شاء الله يا رب استاذ صالح سالم بيسأل بيقول الجو عندكم إيه الجو عندنا كويس والله بس فيه غيم فيه شبورة في الجو عندنا لكن الجو الحمد لله الجو كويس لكن فيه غيمة لدرجة من إحنا ما شفناش شروق الشمس لما طلعت قدام حضرتك كده من ديئتين ديئة ونص ورد عن سيدنا أبو هريرة حديث جميل في ليلة القدر كان بيقول من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ده كفيل وكفاية عن يعني مش محتاج ان انت تكذب على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتقعد تقول لا واللي يقعد يستغفر سبعين مرة ويقرأ ركعتين انت مش محتاج كل ده مش محتاج تكذب على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انت مش محتاج ده خالص يعني عندك حديث هو بيقولك غفر له ما تقدم من ذنبه تعايز ايه ثاني يعني محتاج ايه ثاني خلاص كده الحديث الثاني اللي انا مش بتذكره برضك ونسيته المرة اللي فاتت ونسيته المرة ده ان سيدنا النبي خرج على اصحابه علشان يقول لهم اه انا شفت الليلة القادر او عرفتها فلقى اتنين بيتخلقوا او بيشدوا في الكلام مع بعض زي ما بنقول كده بالمصر اخواتنا في الجزائر بيقولوا ليلى فيها سكينة وطمأنينة واحساس غريب سبحان الله اللهم انك عفون تحبوا العفة عفو عنك نتمنى نتمنى والله ان هي تبقى يعني خلينا مؤمنين ان هي في العشر الاواخر هي في العشر الاواخر ان شاء الله ربنا حيوفقنا وانصبها بدعوة كويسة ان احنا عندنا في مصر الجو لا فيه اه هي طالعة بدون شعاع والجو هادي برضو كان لنا بس فيه شبورة فيه شبورة غريبة كده في الجو فيه فيه غبار مش مش واضح الغاد دلوقتي يعني المفروض الايام اللي فاتت كان بتطلع دلوقتي كان بتبقى احسن من كده كان بتبقى واضحة عن كده لكن هي النهاردة برضو كليلة فيها العلامات معادة علامة القمر اللي هو بيبقى نصف القصعة انا صورته حتى وهرفعه ان شاء الله لا النهاردة مش نصف النهاردة تلت احنا في اخر الشهر واخر الشهر الميلادي واخر الشهر الهجري فالامر جاي مش نص لا خلاص كده بينتهي احسن الناس طبعا اخواتنا في ليبيا واخواتنا في الجزائر موجودين معنا في البس شرف لينا طبعا متابعتكم شرف لينا تواجدكم وان انتم مهتمين بحاجة زي كده كلنا طبعا كمسلمين مهتمين بحاجة زي كده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه البخاري ده اخر حاجة اقول لكم النهاردة واخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا يتقبل منكم رمضان ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال كل سنة وحضراتكم طيبين السلام عليكم اشتركوا في القناة